موسيقى نبدأ من صحيفة الخليج التي عنونت علاج مبتكر لإصابات الملعب فقد توصلت نتائج دراسة أمريكية حديثة إلى أن استخدام المكملات الغذائية لمادة الجيلاتين مع الانتظام في ممارسة بعض التمارين الرياضية يمكن أن يساعد بالشكل كبير على إعادة بناء الأوتار والأربطة والعظام بالمفاصل ويعد الجيلاتين أحد بروتينات الكولاجين حيث يحتوي على كميات جيدة من مادة الكولاجين التي تتكون منها العظام والغضاريف صحيفة الوئام السعودية أبل تجعل سيري أخصائيا نفسيا لجميع المستخدمين فتسعى شركة أبل حاليا لتحويل مساعدها الشخصية الذكي سيري بمثابة معالج أو أخصائي نفسي يقدم المشورة والنظيحة للمستخدمين ويساعدهم على إيجاد حلول لمشاكلهم التي يواجهونها يوميا وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية باحثون يطورون سيارات كهربائية جديدة تناسب طبيعة إفريقيا فقد قام باحثون من جامعة التقنية في ميونيخ بتطوير سيارة كهربائية جديدة تناسب المدن الريفية والنائية غير الممهدة بشكل كامل كطبيعة الأراضي الإفريقية وطورت السيارة بميزة الدفع الربعي ليمكنها التعامل مع الطرق الترابية وهي قادرة على سير بحوالي 50 ميل كما أنها مزودة بمحرك كهربائي يجعلها صديقة للبيئة صحيفة البيان الإماراتية بريطانية تنجب طفلا من أضخم المواليد في العالم فقد أنجبت امرأة بريطانية طفلا يعتقد أنه من أضخم المواليد في العالم حيث بلغ وزنه حوالي 5 كيلو جرامات و800 جرام وهو تقريبا ضعف الحجم الطبيعي للمواليد وأريد الطفل ثيو براون بعد أن أمضت والدته 6 ساعات في مخاض مستمر انتهى بولادته وإلى القبس الكويتية مليون يابني معمر وفي التفاصيل أشار أحدث تقدير سكاني عن الحكومة اليابانية إلى أن إجمالية عدد الأشخاص الذين بلغوا 90 عاما وأكثر تجاوز مليوني شخص للمرة الأولى مع رقم قياسي بلغ 7 ملايين و700 ألف شخص للذين بلغوا 65 عاما وأكثر ويتقادون رواتب في بعض المهن